هؤلاء هو كتاب تم إصداره خلال الأيام من ماضية فقط نتكلم قليلا عن هذه التجربة الأدبية الأولى على ماذا يتكلم الكتاب وما هي أهم المواضيع التي تتناولها ياسين في هذا الكتاب بما أنك أيضا شاعر في الملحون وفي القصيد فصيح فصيح أفضل كتاب من هؤلاء هو تجربة اجتماعية مجموعة من نصوص شبه سيرة ذاتية تحدثت في بدايته عن تعرفي على عزي صديق وكان في الطول المتوسط كيف كانت صدمة وفاته هي يومياتك وكأنك تنقل يومياتك وكأنني أنقل يومياتي عبر مجموعة من نصوص كيف كان مشواري مع تحدي القراءة العربي كيف كان الغدر من طرفي أصدقاء وكيف أصبحت مشاغبا كيف أصبحت كيف دخلت عالم الأدب كيف كانت لي تجربة في هذا المجال كيف كانت تجربتي يعني تلخص قليلا من حبك للكتابة والأدب ويومياتك تريد مشاركتها مع القراءة والجماهير من تستهدف بهذا الكتاب ياسين أكيد أن كل كاتب يستهدف نوع معين من القراءة والجماهير من تستهدف أنت من مجموعة القراءة أم من الذين أستهدفهم في الكتاب كيف لم أفهم ربما أنت تسألني تسقصيني بسؤال أقصد شكون هما اللي رك تكتب ليهم يعني الجمهور تاعك شكوني تكتب له أكتب الذين يهتمون بالجانب الفكري كثيرا في هذا الكتاب من هؤلاء يوجد فئتين فئة الأخيار وفئة الأشرار في البداية سيكون حديث عن فئة الأشرار وكيف تخلص منهم في نهاية الكتاب سيكون هناك تعريف بالشلة من الأخيار أو ثلة من الأخيار الذين تعرفت عليهم وكيف كانت تجربتي معهم وكيف كان لقاؤنا وكيف تحولت أيامي من الأتعس إلى الأسعد طيب ياسين هو